بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سادتي أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم ويتجدد اللقاء الإسبوعي معكم وفي هذه الحلقة لن نتحدث عن الأزمة الخليجية هلكناكم بهالأزمة لكن اليوم سنتحدث عن موضوع آخر وهو موضوع سوريا السؤال المطروح في الأروقة والمنتديات العربية حاليا والسورية خصوصا هو هل انتهت هذه الحرب أنا أقول نعم ومن قبيل الاحتياط أقول بأنها أوشكت على الانتهاء بالصورة التي عرفناها طوال السنوات الست الماضية لماذا أقول هذا الكلام ولماذا وصلنا إلى هذه النتيجة أستطيع أن أقول بأن انتهاء الحرب يعود إلى عدة أسباب السبب الأول هو صمود الجيش العربي السوري طوال هذه السنوات ولم يتفكك مثلما توقع كثيرون أيضا صمود مؤسسات الدولة السورية وهياكلها أما السبب الثالث في تقديري هو التحول الكبير في موقف الرئيس التركي رجب طيب أردغان والفضل في هذا التحول يعود إلى ثعلب الروسي الرئيس فلاديمير بوتن سأشرح لماذا أقول أو أجزم بأن هذه الحرب أوشكت على الانتهاء معركة الرقة وحسم هذه المعركة ونجاح الجيش السوري في كسر الحصار عليها وأكثر من خمسين ألف مواطن في داخلها ووحدات من الجيش السوري أيضا في تقديري هذه كانت آخر المعارك الكبرى في هذه الأزمة السورية الأمر الآخر أن مدينة الرقة عاصمة الدولة الإسلامية أيضا أوشكت على السقوط في أيدي الجيش السوري وأيدي أيضا قوات سورية الديمقراطية ومعظمها من الأكراد وبعض القبائل العربية لأن الجانبين الآن يتقدمان باتجاه هذه المدينة فمسألة استعادتها أصبحت مسألة أيام على الأكثر أسابيع العنصر الآخر عندما تحدثنا هنا عن الدولة أو عن الدولة الإسلامية وعن الجماعات المسلحة لا بد أن نتحدث عن إدلب وهي آخر المدن السورية الكبرى التي ما زالت مع الجماعات المسلحة وتحت سيطرة هيئة تحرير الشام أو النصرة سابقة مؤتمر الآستانة أو الجولة السادسة من مؤتمر الآستانة اتفقت الدول الضامنة الثلاثة الرئيسية وهي تركيا وروسيا وإيران على إرسال قوات إلى إدلب والسيطرة عليها وانتزاعها من تنظيم هيئة تحرير الشام أو النصرة وفي تقديري بدأت بوادر التفقق في هذه الجبهة أو جبهة إدلب على وجه التحديد منذ الأيام القليلة الماضية بمعنى شاهدنا هيئة تحرير الشام تتفكك عدة تنظيمات انسحبت منها وهذا بإعاز تركي ولهذا الدور التركي كان مهما جدا الآن أصبح السيد أبو محمد الجولاني وحيدا مع بعض أنصاره في مواجهة هذه القوات التركية والإيرانية والروسية وجها لوجه هل يستطيع أو تستطيع هذه الجبهة أن تصمد أنا في تقديري لن تصمد كثيرا وربما يعني تؤدي أو يلجأ السيد أبو محمد الجولاني إلى حل هيئة تحرير الشام أو النصرة وربما طلب اللجوء السياسي في تركيا إذا سمح له هذه نقطة محورية وجوهرية يعني جدا في هذه الأزمة السورية تركيا وقفت دائما مع الثورة السورية سمحت بمرور مليارات الدولارات عبر أراضيها وعشرات الآلاف من المقاتلين الذين انضموا إلى الجماعات المسلحة إلى الجيش الحر إلى جبهة النصرة إلى تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من التنظيمات فهذا التركيا الآن تغيرت تغير كبير جدا تركيا الآن أدارت ظهرها للغرب وأدارت ظهرها لحلف النيتو وربما تنسحب قريبا من هذا الحلف وتنضم إلى المحور الروسي والفضل في ذلك يعود إلى دهاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقنع الرئيس أردغان بأنه مكانه في الشرق وليس في الغرب مكانه مع روسيا الحليف الذي يمكن الاعتماد عليه وهذا التغيير في الموقف التركي تجسد بشراء تركيا صفقة بـ 2.5 مليار دولار لصواريخ S-400 الروسية التي تعتبر درة التاج في الصناعة العسكرية الروسية أنا لا أعتقد أن فلاديمير بوتين ممكن أن يبيع تركيا العضو في حلف النيتو هذه الصواريخ المتقدمة جدا إلى تركيا الدولة مثل ما قلت في حلف النيتو دون أن يضمن بأن التحالف معها تحالفا استراتيجيا طويل الأمد وليس قصير الأمد في تقديري الرئيس أردغان حسم موقفه وقرر أن يتجه شرقا وأن يدير ظهره للغرب ولحلف النيتو هذا تطور مهم جدا ماذا سيترتب على هذا التطور؟ أنا في تقديري سيترتب عليه تقارب تركي سوري أيضا والمسألة مسألة وقت وتوقيت صحيفة حرييت التركية المستقلة المتزنة قالت في تقرير لها بأن الرئيس أردغان التقى الرئيس بشار الأسد سرا بوساطة من الرئيس الروسي بوتين طبعا الرئيس أردغان نفى عندما كان عائدا على طائرته من كازخستان نفى مثل هذه التقارير لكن النفي لم يكن قويا صحيح قال أنه لم ألتقي بشار الأسد ولا توجد نوايا للقائه لكن أنا أعتقد أن الرئيس أردغان براغماتي جدا ويغير مواقفه حسب مصالح بلاده وطالما أصبح الآن حليفا لبوتين في تقديري سيكون قريبا أيضا مع حلفاء بوتين أصبح قريبا جدا من الإيرانيين وأصبح قريبا جدا أيضا بشكل أو بآخر من حزب الله وأيضا أصبح قريبا من العراق ولا أستبعد أن تكون هناك نوع من المصالحة بين الرئيس أردغان والرئيس بشار الأسد النفي لا يعني أن اللقاء لم يحدث وأنا في تقديري الظروف مهيئة حاليا سوريا الآن مقدمة على معركة أخرى هي معركة إعادة الإعمار وفي تقديري بدأت الاستعدادات لهذه المرحلة استيفان ديمستورا المبعوث الدولي قال بالحرف الواحد بأن الحرب انتهت روبرت فورد آخر سفير أمريكي في سوريا قال سراحة بأن سوريا وإيران انتصرت في هذه الحرب وهو أمريكي وكان منذ البداية مع الثورة السورية وزار حما وزار حمص وكان يحرض عليها فأعتقد أن الأمور الآن تتجه نحو معركة جديدة هي معركة إعادة الإعمار أنا لا أستبعد أن نرى قريبا الرئيس رجب طيب أردوغان يحقق أمنيته بالصلاة في المسجد الأموي في قلب دمشق ولا أستبعد أيضا أن يكون على يمينه الرئيس بشار الأسد وعلى يساره في الصف الأول المفتي الشيخ حسون مفتي سوريا بعبامته البيضاء التقليدية المعروفة الأمور تتجه نحو الختام أو نحو الخواتم بشكل أو بآخر طبعا ستبدأ معارك أخرى ستبدأ حروب أخرى هناك استفتاء لاستقلال دولة كردستان أو خليم كردستان في شمال العراق السيد مسعود البرزاني يصر على ذلك لو ربما نجد المنطقة تغرق في حرب عرقية حرب بين العرب والأكراد أو حرب طائفية لا نعرف بالضبط لكن على الأقل حتى الآن المؤشرات تقول بأن الحرب في سوريا انتهت أو أوشكت على نهايتها شكرا لكم شكرا على سعة صدركم وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة